بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أعزائنا المشاهدين وحلقة جديدة من برنامج هكذا مصر ما أجمل أن تولد محبا وما أجمل أن تولد عشقا ويا ترى هل من تعشق نعشق الوطن مصر وفهو أجمل من يعشق وأجمل من يحب فإنها مصر وهكذا مصر عزائي المشاهدين تبتم جميعا وطبا ممشاكم نلتق اليوم مع خبيرا وعالما وأستاذا ودكتورا ومختصا في الطب الرياضي معكم الآن ضيفان العزيزة الدكتور جمال الدين ضياء استشار العلاج الطبيعي والطب الرياضي مدير مستشفى الطب الرياضي السابق أهلا وسهلا دكتور أهلا كابتا محمد شكرين أولا قدمها للجميلة ديت يعني بتاعت مصر الأول بالتوفيق إن شاء الله فهكذا مصر دكتور طبا مصر هي الأم والأب والحاضر والمستقبل دكتور جمال نتحدث اليوم عن الطب الرياضي ومنظومة العلاج الطبيعي والتاهيل الطبي كأحد التخصصات الطبية الهامة في منظومة الطب الرياضي في البداية حابب أتسأل عن الطب الرياضي كأحد التخصصات الطبية والمحاول الرئيسية في هذا المجال تماما طبعا هو موضوع كبير أوه هنحاول نقتزله في الدقائق اللي احنا بنتكلم فيها دي الطب الرياضي يعني هو أحد التخصصات الطبية المهمة اللي هي بتختص بفرع من فروع الطب ولكن بتهتم بالرياضي يعني هو الرياضي محتاج كل التخصصات الطبية ولكن بشكل مختلف هيشتغل فيه كل التخصصات الكاملة زي العزام والعلاج الطبيعي ممكن يكون فيه يدخل بشكل ما والفقرات ما هو ده العزام سواء أمراض عزام أو جراعة عزام هيخش في وقت ملوقعات ممكن الأسنان بمشاكلها ممكن يخش أمراض النساء بمشاكلها وهكذا بيحتاج كل التخصص الطبية ممكن تخش فيه طب الرياضي لازم فيه مرأة فيه رياضة مرأة كبيرة هي بقت نص بقت نص الرياضة دلوقتي فلازم تبقى موجود كل التخصصات الطبية دي بس بشكل مختلف لأن الرياضي لو إحنا بصينا هنلاقي أن الناس كلها بتعالج بشكل طبيعي الرياضي يعني المصاب اللي حد بيتصاب في أي حاجة بيرجع لوضعه الطبيعي بس إنما الرياضي لازم يرجع زي ما كان بالمستوى العالي بتاعه بعد العلاج وبعد التأهيل عشان يرجع لنفس مستوى اللي كان فيه وإلا مش هيبقى شغل مع الرياضيين عندنا طبعا الطب الرياضي في مصر هو قديم قاقيم الطب الرياضي في العالم اللي بدأ من الخمسينات ومن الستينات الطب عمتا كواجه الخصوص كان أول من احترع الطب الفراعنة لدليل إن بداية التحنيط كانت من الفراعنة والعالم كله بيدور إزاي هم بدأوا يحنطوا فهي بداية الطب أصلا الطب ده من الفراعنة وده كتبت السنان من الفراعنة فكانوا بيدوروا وعندنا في حاجات في الحاجات الفراعنة في أحد المؤتمرات كانت جات هم برضو كان عندهم حاجة برضو زي علاج الرياضيين والناس بعد الوقوع من الهو سايق وهو على الحصان أو غيره فاحنا دايما هتلاقينا سبقين في كل حاجة إنما احنا في الآخر بدأنا الطب الرياضي من زمان ودخل في مصر مع بداية الستينات وكان فيه وحدة للطب الرياضي في الجزيرة صغيرة وبعدين انتشر وبقى فيه أماكن ضخمة للطب الرياضي في مصر بدأ ينتشر لو انت سألتيني يعني هل احنا حاليا دلوقتي نعتبر يعني مشيين مع العالم في الطب الرياضي أنا أقول لحضرتك ما تخيم الطب الرياضي في مصر بالنسبة للمستويات العالمية يعني المستويات العالمية في الطب الرياضي فيه تقدم دوما فيه تقدم في الطب الرياضي دوما كل يوم هل احنا نناهض المستويات العالمية في الطب الرياضي أو بماشيين معهم على نفس الهوى أو نفس المستوى في الطب الرياضي الحقيقة ان احنا بايد طبعا بايد مش في الإمكانيات عندنا الإمكانيات متوفرة سواء الإمكانيات المادية من أماكن مستشفيات مراكز للطب الرياضي وحدات للطب الرياضي في كل مصر يعني نقدر نقول حضرتك ان مثلا هما عندهم المادة عندهم الأماكن عندهم المقرات عندهم كل شيء ده بيدعمهم دعم كله أو الدولة بتدعمهم احنا اللي عندنا طبعا لا الدولة احنا هنا عندنا بس ما عندناش الدعم اللي هو يوصلنا نبقى ماشيين على خطة سابتة أمام الطب الرياضي العالمي ما عندناش الفكر ما عندناش الفكر بالضبط يعني ما فيش بلان مثلا الخطة للموضوع نفسه هنا في مصر مثلا أو الطب الرياضي أكيد طبعا فيه فكر وفيه شغل وفيه ناس بتشتغل بشكل ما وبتأدي وفيه خطة لكده يعني وموجودة خطة بس ما بتكتملش يعني احنا كنا في فترة ما سبب فشلها ما بتكتملش ليه بتفشل ليه بالضبط كلا أنا كنت في فترة طويلة أنا اشتغلت في الطب الرياضي مدة أكتر من 37 سنة وكنت آخر حاجة كنت بشتغل في مجال العلاج الطبيعي وكنت في الملاعب وكنت فترة توليت مدير العيادات في مستشفى الطب الرياضي وبعدين مدير مستشفى الطب الرياضي كنا بنشتغل مع الرياضين بشكل ضخم وكل حاجة في الحاجات اللي احنا عايزينها زي ان احنا نعمل لهم قياسات هناخد مكلمة دكتورنا العزيز ابو محمد من اين اتفضل يا فندم عليكم السلام عليكم السلام السلام أنا عندي غبروف في المتصف البارك الرابعة والخمسة الفقرة الرابعة والخمسة القطنية يا استاذ محمد من ابو محمد الفقرة الرابعة والخمسة حضرتك اللي بتتكلم فيها من الظهر في العجزية طب اقول لي سيادتك معلش وط التلفزيون واسمعنا من خلال التلفون ممكن يا فندم اه ممكن حضرتك ما انا موضي انت قولت الرابعة والخمسة والخمسة والأولى العجزية بالضبط في القطنية والعجزية وفي عندي دسك في الرقبة في الرقبة تمام انت بتشتغل ايه اه ابو محمد شغلتك شغلتك ايه اه اه مش سمعني ممكن ماشي شكرا ابو محمد من انم مش شكرين لاتصالك اه معنا دكتور كريم الغربية تفضل استاذ كريم السلام عليكم عليكم السلام يا فندم اهل ونسهلا نورتها كزا اهل ونسهلا اهل ونسهلا تفضل اهل ونسهلا اهل ونسهلا اهل ونسهلا ارد عليك هل في ورم هل في ورم ولا حاجة في ورم يا كريم لا هي حمرة بس يا دكتور يعني هي محمرة شوية بس طيب تفضل اسمعنا من خلال الشاشة شكرا نستاذ كريم شكرا تفضل يا دكتور نرد على السؤالين اه نرد على السؤالين دول الاول ابو محمد من يلان هو الفقرات او الهيكل او العمود الفقري اه احد المصاعب اللي احنا بنشوفها كتير او دلوقتي في الحياة لان الناس يعني ستايل الحياة او الستايل لايف تغير تلاقي الناس دايما طريقة اولا ما عادش فيه مجهود عضل كبير الناس بتقعد بشكل غلط على قدام في معاناة دلوقتي دكتور ان الحركة بقت فعلا الحركة بقت قليلة جدا الحركة بتاعت الانسان بقت قليلة ده بيقدل المتاعب صحية بيقدل السمنة بيقدل التفاقم لجميع الامراض ايه الحل في حاجة زي كده هو الحل ان الحل يعني له دور الطب الرياضي في الموضوع ده لو خد دوره الكامل منها جزء مع التوعية واللياقة البدنية للمواطنين ما بنشتغلش مع الرياضين بس احنا بنشتغل مع الناس اللي عادين كلها عشان يبقى رياضي بشكل ما رياضي بسيط فلو خد هو نصايح مش هيجيله من الاول اللي حصل ده يعني لو واحد يتعود انه هو بيقف ديلي يوميا من خمس لعشر دقائق كده يعمل شوية رياضة ويعمل شوية ضغط وشوية بطن وشوية كتاف ورقبة عمري ما هيجي الكلام ده يعني هي الرياضة كما كان يقال لنا وإحنا في المدارس العقل السليم في الجسم السليم ده تمام هو الجسم السليم لممارسته للرياضة أو اتباع نظم رياضية معينة لازم لازم يخش هو الأخ اللي سأل الأولاني سأل انه هو وصل ان فيه ضغط على الغضروف الغضروف ضاغط على العصب فيه الفقرة ما بين الرابع والخامسة والخامسة والأولى العجزية يعني في المنطقة بتاعت السياتك أو اللي هو عرق النسا تقولوا علي عرق النسا بالعمية كده هو السياتك نيرب ده بيسمع ويدغط ويسمع في الرجلين كمان أحيانا ألم طبعا ده حاجة ما تتجاوبش على يعني ما يدفعش تجاوب مباشرة على الهول إن فيه ده أكيد عمر رانين وأكيد وصل لحاجات طالما فيه ضغط على العصب ويعرف إن فيه الرابع الخامسة والخامسة والأولى الحل السليم إنه هو حيتشاف وتشخص كويس وتعرف إذا كان في الغالب معظم الحالات بتبعد عن الجراحة الجراحة مش سهلة ولكن ممكن في وقت بأنفتاول حتمية الجراحة إن حصل انزلاق وضروفي كامل ما حصلش انزلاق وضروفي كامل فيه فيه وي فيه طريقة بالعلاج الطبيعي ويرجع للتمرينات واحدة واحدة ويبدأ يعدل في حياته بتتحسن معظم الحالات أكتر من 90% من الحالات دي بتبقى كويسة ولو كمل في حياته برياضة بشكل بسيط بتبقى بنطلع من الموضوع ده لو رجع تاني الحياة العادية اللي فيها اللي ما فيهاش حاجة صحية كويس لا هو قاعد وخلاص لا الأحمال كويسة انه واحد يشتغل ويشيل ده بالعكس اللي بيشيل ده أفضل من اللي قاعد على مكتب على طول وحين يظهر على الكمبيوتر طب فيه حاجة من دخل الكلام دكتور الناس اللي قاعدين على مكاتب أو قاعدين أمام الكمبيوتر يعني قاعدين قدام الكمبيوتر لفترات طويلة الطبريق ينصحهم بإيه هو لازم لازم يغير الستايل لايف بتاعه يعني يتعود انه هو يقعد بشكل صح ما يعودش في المكان بتاعه أكتر من ساعة لازم يكون يتحرك من مكانه عشان يعدل الركود الدورة الدموية والانحناء اللي هو اللي فيه ده وتيعدل نفسه شوية فيقوم يتمشى يغير وضعه وهيكون قبل كده هو واخد نصايح بانه هو بيعمل رياضة يومية لو واحد فكر كده انه هو يعمل عشر دقائق كل يوم بما فيهم شوية تمارين ضغط كده اللي مقدرش ينزل على الارض وممكن يحط ايديه على المكتب قدامه او على سرير ويعمل كم شوية ضغط كم ضغط شوية تمارين خفيفة تمنعه بان الظهر يعني عايز اقولك انه نحناء الظهر كشكل ديفورمتي او تشوه بقى نسبته كبيرة جدا بين الشباب والبنات في سن صغير وخصوصا البنات اخد اتصال تاني يا دكتور تفضل عمر من انجيزة تفضل استاذ عمر السلام عليكم عليكم السلام يا فندم تفضل استاذ عمر حضرتك انا عملت اشاعة رانيم مغناطيسي على رجلة الدكتور قال لي ان انت عندك رجلة طول من التانية بخمسة سنطر فالدكتور قال لي ان انا لازم قاعدل المفصل المفصلين لازم قاعدلهم حدولك تنتح لان انا عملها ولا لا قاعدل عملها ولا لا ردك دكتور في حاجة في ظهرك وصل لوجع في ظهرك او حاجة دلوقتي في قلم في الظهر نعم في قلم في الظهر اسمعنا من الشاشة اسمعنا من الشاشة استاذ كريم اتفضل 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 في قلم في الظهر وصل الم في الظاهر دلوقتي أستاذ كريم في ألم في الظاهر حضرتك أستاذ عمر في ألم في الظاهر ساعتك أستاذ عمر من الجيزة في ألم حضرتك بيولار بيولار أيوة حضرتك شكرا أستاذ عمر من الجيزة مشكور يا فندم هو نرد الأول على الرجبة الرجبة طبعا من أكثر الأمام اللي بيحصل فيها صباح للرياضين بصفة عامة سواء المحترفين أو الهواء منها الرباط الصليب برضو حاجة الرجبة فيها كل حاجة بقى فيها الرباط الصليب والجانبي والخلفي والصليب الخلفي والأربطة هي الرجبة هي اللي شايلة حمل الجسم هي والأدم فإحنا طبعا بالنسبة للرجبة لو وقع على رجله فحصل فيها مرار بدون تورم يعني هو بيلعب رياضة ما سواء على رجله طب إيه الطرق المتابعة أنه هو يحفظ على أول حاجة هو فيه حاجة اسمها كلمة كانت اسمها رايس من أربع حروف دلوقتي بقت اسمها برايس من ستة حروف إيه الرايس ديه؟ الرايس اللي هي رست اللي هو يريح الآي اللي هو الآيس اللي بيحط تلج السيل كومبريشن بيعمل روباط ضغط أو رجبة والإيل إليفاشن اللي هو بيرفع رجليه الفوق زودنا عنها البي والإيل البي اللي هو كان بيعمل بروفولكسز أو الوقاية الأول إنه يقوي رجبته أو يعمل إطالات قبل ما يلعب يعني نقول يتمرن قبل ما يخش اللعبة لازم يكون سخن قبل ما يلعب لعبة وخصوصاً الهواد لازم يتعود لازم التسخين تلت المجهود الرياضي تلت المجهود الرياضي تسخين وإطالات لو ما عملتش كده هيتصاب لإن أنت بتهيأ حاجة زي ما بديجي نطلع بالعربية كده إذا ما سخنتش المطور بتلاقي في مشكلة بتحصل مع الوقت بتزيد المشكلة دي أول مرة بتبقى مشكلة بعد كده بتزيد فإحنا لازم يكون فيه هو عارفين أسس اللعب اللي هو طبعاً بيجيت خالص عن الكلام ده هو حد بيقول لك أنا رياضي تبدينا أمرة نكرياد أنا بلعب كرة في الشارع أو بلعب كرة في نادي إذا لعب كده بدون انتظام وبدون يكون فيه لياقة بدنية وبدون تدريب هو بيبقى عرض الإصابة بشكل كبير بالنسبة له هو دلوقتي هو موجود في البيت هيحط تلج مثلاً تلج ويريح شوية ويشوف لو حس إنه هو الألم ما بيروحش لازم يشوف أقرب طبيب ليه يشخص الحالة الأول بالنسبة للأسر لو كان فيه أسر زي ما هو بيقول وتشخص على إنه خمسة سنطي لازم يكون فيه تدخل بشكل ما يجراحي لإنه إحنا ممكن نعوض الأسر دو بوسائل زي حاجة بتتحط في الشوز أو كده أو يتعمل الشوز طبي أو نسمع كنن إحنا صغرين نقول لك إلعب عقلة كتير عشان تطولوا كده ما هو ده واحدة ده رجل ورجل عندك فيه رجل طويلة ورجل قصيرة فهو بدأ كمان ضهري وجعنا سألت السؤال دو هو بيمشي معوجه على طول فهو كده تشخص إنه هو الأسر طويل لو كان الطبيب أو الأخصاء اللي شافه حدد له إنه هو لازم حيكون فيه عملية يبقى ما ينفعش نحط المسافة دي كلها نحطها حاجة علية في الشوز عشان تعوض منها حد تانية كتير لحد 2 و 3 سمتي ممكن 5 سمتي في ظروف معينة فده اللي عنده ياخد اللي لازم يكون حد يشوفه وبتعمل مقاسات سليمة ليه بالظبط نشوف الأسر فيه أجهزة حديثة دلوقتي أو بالأشعات لا بتقيس البتاعدة الأول يعني فيه أشعات بتتعمل بتقيس النقصية بتقيس الأسر بالظبط وفيه إنهال هو في عضم وفيه حاجة سياتك يا دكتور بالصفة أنك من أهل الطب وأهل الخبرة فيه ناس دايما يبقى نايم بالليل كده وفجأة تلاقيه أهم كده يصرخ شد عضل الكرامب الكرامب ده معناه معناه أنه هو اللياقة البدنية بتاعته مش كويسة مش عالية وهو عمل مجهود أكتر من طائط العضلة بتاعته فتشد عشان كده تلاقي اللعيب حتى اللعيب بقى ده مسخن كويس وبيجري فممكن يجري بس طاقت جري أكتر من طاقته حد بيجري مسافات طويلة وجي في الآخر آخر كام كام متر ولا كام ميت متر كده مسافات طويلة خلاص مش قادر يكمل وفيه كرامب وكده وبتاع فبنشد بالليل فده محتاج أنه يعمل اللياقة البدنية اللي احنا هننصح به الناس بصفة عامة أنهم يدخلوا في اللياقة البدنية معقولة فيه سؤال تاني يخطر على ذهني بنقول يعني فيه ناس مثلا بالليل بتتعشى مثلا وتنام احنا كنا كناس من حضرنا الناس الكبار بتعرفه فيقول له أعداد وتقاليد يقول لك إيه اتعشى وتمشى طب أنا دلوقتي واحد مثلا بيبقى جاي من الشغل بالليل متأخر بيتعشى وبينام فده وزنه بيزيد إيه الإمكانية في الطب الرياضي إنه هو يسيطر على كده عشان وزنه ما يزيدش هل هو ما يتعشاش خالص طبا تنظيم الأكل تنظيم الأكل ممكن يفضل في شغله طول النهار ما يأكلش أنا بقول لك هو تنظيم الأكل بمعنى أنا ما ببصش أنا فيه أنا في شغل فيه أو ده في شغله فيه أنا ليه تنظيم في الأكل بأكل في ثلاث موعيد شبهة منتظمين يعني هفطر مثلا من ثمانية إلى عشرة يبقى هتغدى من اثنين إلى أربعة يبقى هتعشى من سبعة إلى تنظيم كل برة خلي معاك الحاجات اللي هي اللي انت ممكن ممكن تلاقي انت نفسك في مكانك ممكن تحط حاجة جنبك في تلاجة وناكل الأكل بقى نرجع بقى للأكل الطبيعي بتاع زمان بأيد عن الجنك فود والحاجات الجاهزة والحاجات اللي هي فيها مواد حفظة أو كده نبعد عن الكلام نرجع للأكل الخضار نفتكر الميا كسوائل الميا العنصر الوحيد اللي في الدنيا اللي ما فيهوش نزير وكالوري فيهوش ولا سور حراري فيه ناس بتنسى خالص أو كتير ناس بتنسى طيب ما رؤيت حضرتك للطب الرياضي في مصر وفي زل ما يعانيه من صعوبات وكيفية الارتقاء بالطب الرياضي والنظرة المستقبلية لدوره لدور الطب الرياضي لاني يعني انا شايف حضرتك كنز من كنوز مصر في المعلومات الطبية ازاي ندعم حاجة زي كده في الطب الرياضي او ندعم الطب الرياضي في زل ما ما نعانيه من صعوبات ولكن احنا مش بنصدر صعوبات فيه اه صعوبات احنا بنعانيها لخروج الطب الرياضي زي مثلا الطب الرياضي العالمي الكندي الطب الرياضي العالمي الروسي البلجيك اليوناني الاسترالي يعني الدول الحوض اللي هم بنون عليهم الدول الأوروبية احنا نوصل لكده ازاي عايزين واقفة الرؤية اللي احنا نوصل انه خلينا نوصل لحاجة زي كده عايزين واقفة جدة عشان نستفيد من كل الامكانيات اللي عندنا مش ما عندناش امكانيات لا احنا عايزين واقفة جدة وعلمية ومدروسة علشان نقدر نعمل الكلام ده يعني لو احنا دلوقتي فقرنا يمكن انت شفت المؤتمر الثلاثة وعشرين بتاع اتحاد المصري للطب الرياضي قادة اتحاد مصري اه صحيح بصفتك مقرر الاتحاد المصري للطب الرياضي ما هي توصيات مؤتمر الثلاثة وعشرين للاتحاد المصري اللي كان منعقد يوم الجمعة سبعة وعشرين تسعة تحت عنوان الطب الرياضي وكرة القدر تماما هو الطب الرياضي قد طبعا كنت حضرتك المقرر بتاع الاتحاد انا مقرر الاتحاد ومقرر الاتحاد احنا عاملين دلوقتي ده المؤتمر الثلاثة وعشرين على مدى اكتر من اربع سنين عملنا تلاثة وعشرين مؤتمر جاد عندنا اهداف كبيرة اوي اللي انا بتكلم فيها اللي هي بتاعت اللي احنا عايزين نطبقها في مصر كلها للاتحاد المصري اللي هو اهداف كويسة بتنظيم كل الامور عامل عاملين دراسات مع مجموعة من اللي هما في الاتحاد اللي هما رواد الطب الرياضي والعزام والعلاج الطبيعي والتربية الرياضية في مصر هما عضاء في الاتحاد دول اه حطينا عادنا درسنا مع بعضنا وحطينا تصور للحلول كلها علشان نقدر نستفيد من امكانياتنا ونوصل للعالمية هنوصل للعالمية زي انت عندك يعني عندك الاتحاد المصري للطب الرياضي ده في الاتحاد العربي وفي الاتحاد الافريقي وفي الاتحاد الدولي احنا ما عندناش اتحاد مصري فيه اتحاد سعودي والتحاد بحريني والتحاد قطري والتحاد واحنا اللي ساهمنا في انشاء الاتحادات دي من الاول المصريين فاحنا احنا ليه ما فيش ده سؤال بنترحه بنحط عليه كويتشام مارك قدام المسؤولين عن الاشهار الاتحاد دول في الجهة الادارية المختصة اللي هي وزارة الرياضة علشان يساعد معاك علشان نقدر نحط ايدينا في ايد بعض مع الطب الرياضي الرسمي في وزارة الشباب ورياضة واحنا اصدقاء واحنا على كلنا من من بوتقة ومن مكان واحد ان احنا نقدر نمهض بالطب الرياضي بالامكانيات دي تستغل لازم يكون فيه زي مؤتمر او زي ورش عمل كل واحد يحط فيه تصوراته ورؤيته علشان نبدأ نستغل الامكانات اللي عندنا لازم ناخد من من اخر اللي وصل الاخرين بره يعني احنا نبدأ نشكر حضرتك كنز من كنوز مصر من المعلومات الطبية الدكتور جمال دياء الدين شهين استشاري لعلاج الطبي والطب الرياضي ومدير مستشفى الطب الرياضي الاسبق شكرا يا فندي من ورطنا واسعدتنا باللقاء الشيق المبارك ونتمنى ان احنا نكون دوما في استمرار ولقاءات قادمة ان شاء الله شكرا دكتور جمال اعزائي المشاهدين ربنا خليك نشكركم بهذه الفقرة وننتقل لفقرة اخرى وللتواصل رقم الواتساب موجود على الشاشة شكرا اعزائنا المشاهدين اشتركوا في القناة